مشهد انسحاب القوات الفرنسية من مالي يثير قلق البعض وفرح آخرين هذه آخر كتيبة من قوات برخان تغادر البلاد بعد تسعة أعوام على تواجدهم لمواجهة جماعات إرهابية انسحب الجنود تاركين الباب مفتوحا لسيناريوهات عديدة في خضم توتر قائم مع المجلس العسكري الحاكم ووسط عدائية شعبية متزايدة تجاههم المشاكل بين فرنسا ومالي انتلقت بعد سلسلة الانقلابات العسكرية كانت هناك ضغوطات فرنسية من أجل عملية ديمقراطية في مالي مالي من جهتها لم تقبل ووجدت البديل في الشريك الروسي الشريك الروسي الذي يسلم الأسلحة والعداد حتى المتقدمة والثقيلة بدون أي شرط وقيد عكس الفرنسيين فرنسا اليوم تنسحب بطلب من الحكومة المالية بعد موجة عملت تعديد دول أخرى في نشر كراهية ضد فرنسا ولكن فرنسا تدخل في عملية انتشار جديدة في دول الصحراء هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية فرنسا الجديدة التي كان قد أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل مكهون لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل فهي ستسعى لتقديم دعم أكبر للجيوش الإقليمية في منطقة الساحل الإفريقية من خلال التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم جهود التنمية للقضاء على الإرهاب هناك مقاربة فرنسية جديدة خطة انتشار جديدة ممكن في دول الصحراء بين النيجير تشاد نيجيريا والكاميرون خاصة في نقطة الارتكاز ما يعرف ببحيرة أتشاد التي تجمع الأربع دول في نقطة واحدة هناك انتشار كذلك ممكن في خليج غينيا في غينيا بيساو رحلة ماكرون الأخيرة كانت بين الكاميرون البنين وغينيا كذلك تحدث عن مقاربة جديدة فيها الأمن فيها الدفاع ولكن كذلك فيها الاستثمار والتنمية ربما فرنسا بدأت تراجع سياستها في إفريقيا وبدأت تفهم أن الشعوب الإفريقية لا تطلب السلح للتقاطل فقط ولكن تطلب كذلك تنمية ومن الآن فصاعدا سيقدم الجيش الفرنسي دعمه لدول غرب إفريقيا ولكن في الخط الثاني في النيجر الشريك المميز الجديد سيحتفظ الفرنسيون بأكثر من ألف رجل وقدرات جوية هناك بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الفرنسي بسحب القوات العسكرية من ماله يبقى السؤال مفتوحا حول مدى وقعية الإنجازات أو الإخفاقات السياسية والعسكرية التي حققتها فرنسا بعد عقد من الزمن في مالي ماريا مصارع الغد باريس